بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بطلبة مجسير الإحصى الفرقة الثانية مادة العينات وتصميم تجار طبعا كنا نطقينا قبل توقف الدراسة واتفقنا على حاجات وتقسمنا مجموعات وكلفنا كل مجموعة بعمل موضوع معين وكنا بدأنا نناقش فيها ولكن أحب أن أؤكد على هذا الكلام حتى لو كانت بعض الزمنة لا يكونوا يحطر المحتوى الدراسي كان عبارة عن خمس موضوعات التحليل التباين في اتجاه واحد وتحليل التباين في اتجاهين الاثنين ممكن أن يشملهم تحليل التباين في اتجاهين مع وجود تفاعل تحليل التباين في اتجاه واحد الموضوع الرابع تحليل التغاير الموضوع الخامس المربع اللاتين سوف تكمل الموضوعات الأساسية كيف تستخدم البرامج الإحصائية مثل الاس باس اس والمينتاب والبرامج المعروفة في حل المشكلات الخاصة بتصميم التجار أعمل كيف تحليل التباين في اتجاه واحد والتجاهين مع وجود تفاعل لو عندي أكثر من عاملين لو عندي ثلاث عوامل وهكذا ضمتها و في بعض الموضوعات التي يجب ان تكون متعلق needed خاصة الخاصة بها الفرق بين التحليل التباين و التغير يبقى مناسب في انا حالة الافتراضات بتاعته الاسمشن وشروط الاستخدام يعني امتى يبقى استخدام هذا التصميم صحيح والافتراضات بتاعته ايه وازاي اتثبت من هزي الافتراضات ولو مش موجودة اعمل ايه الحاجة التالتة الفروض وانا بقى اشتغل على المشكلة بتاعتي لازم اعرف الفرد الاصلي ايه الفرد او العدمي والفرد البديل وبعد كده العملات الحسابية بحسيمها ازاي ولو في اختبارات احصائية متعلقة بالتصميم وهم شيء ازاي افصر النتاج اللي طالع في المراجع اللي عندنا في مرجعين باللغة العربية اللي هي المرجع الاولاني بتاع دكتورة سروت محمد عبد المنعم ده مرجع كويس والمراجع برده الاشهر في اللغة العربية اللي هو يمكن او مش الاشهر يعني من المرجع الشهيرة اللي هو بتاع دكتور محمد محمد طهر الامام ده من در المريخ وطبعا المرجع الاساسي بالنسبة للغة الانجليزية اللي هو بتاع دوجلس منتج امري وده طبعا فيه عدة طبعات يعني فالطبعة اللي تبقى متاحة لكم مثلا عن طريق النتة او حاجه نظرا لزروف الحالية ممكن تستعينوا بها بس يتبلغوني بانهي طبعا اللي انتم شغالين عليها ان شاء الله فيه هنا مجموعة من الاسئلة والتدريبات علشان تقدر تشوف برضو طبيعة الاسئلة في النهاية طريقة التواصل بتاعتنا طبعا عن طريق الايميل الاكاديمي اللي ظهر قدامكم واي وسيلة تانية هتوفرها الجامعة او الكلية في خلال الايام اللي جاية ان شاء الله هيبديق دي طريقة التواصل بتاعتنا لو تعزر التواصل عن طريق الاسئلة الايميل الاكاديمي او وسائل التواصل اللي هتوفرها للجامعة ان شاء الله اللي في سبيلها خلاص انها تتخلصها يبقى ان شاء الله ممكن نتواصل عن طريق جروب الواتس اللي احنا كنا انشأناه بمع بداية السنة وفي النهاية تمنياتي للجميع بالخير والسلم شكرا اشتركوا في القناة